مرحبا مواليد برش الحود كيف بدي يكون الاسبوع من الثانين 16 للاحد 22 اكتوبر نحنا موجودين بالجزء الثاني من الجزء الاول من الشهر شهر اكتوبر الشمس موجودة بعدها ببرش الميزين الهوائي الجزء الثاني مختلف كليا عن ثلاثة اسابيع الاولى وانا حكي عن هالموضوع ببرشكم الشهري اللي ما سمعوا رجاء ان يرجع يدخل ويسمعوا لانه الاسبوع المقبل رح يحمل احداث وظروف مختلفة اذا الشمس موجودة هذا الاسبوع ببرش الميزين يلي هو البيت التامن بيت الشغل وبيت العمل حكي عن هذا الموضوع بفيديوهات اخرى الاحوال الفلكية كيف بدا تكون لحتى تعرفوا تختاروا ايامكن بالنسبة لموالي برش الحود فترة كتير حلوة رح تبدأوها الثانين والثلاثة 16-17 الامر بيكون ببرش العقرب ففترة ايجابية حلوة داعمة بتقوي نبض وبتقوي مع نويات موالي برش الحود واخيرا بتبلشوا تحسوا انه في شي عم بيصير ده الافضل رجاء هودولي هني متل ما رح تسمعوا هلا افضل يومين نسبيا بهذا الاسبوع استفيدوا منن بمقابلات بزيارات بتحركات بيمكن حتى بمواعيد بامور طبية امور استشفائية امور مصرفية شو ما بدكن فترة كتير حلوة باقي حتى تلاتة ساعة 11 الى تلت المساة توقيت بيروت لما الامر بيروح لبرش القوس النقطة الاعلى عنكن بالدائرة الفلاكية بيصير عنا في شوية توتر الاربعة والخميس 18-19 الامر موجود ببرش القوس هو التوتر لانه انتوا تحت الاضواء يمكن بيجي تليفون اتصال بيسألوكن موضوع مهم بيطلع بيظهر بتصيروا مشغولين بتهمهموا بقصة فيها تكون عائلية فيها تكون غير عائلية فيها تكون شو ما كان مهنية اجتماعية حتى بتتعبوا او بتحسوا حالكن شوي مضطربين لكن بصراحة لا داعي لحتى تشعروا وتحسوا انكم تعبنين باتيتا كل شي مطلوب منكن تحددوا شو بدكن تعملوا بهاليومين وتشتغلوا بطريقة نظيفة طريقة نظيفة ما تعقدوها لانها بتتعقد ما تكبروها لانها بتكبر خلو الامور سهلة الجمعة والسبت يومين حلوين مش قد التنين والتلاتة لكن رح بيساعدوكن الجمعة والسبت يومين حلوين لقالهم امر ببرش صديق لقالكم في بيت الصداقة والدعم يمكن يكون فيه تواصل يمكن فيه ناس رح بتساعدكن حطوا ايدكم بايد الاخرين ساعدوا غيركم غيركم رح بيساعدكن لا يوجد سلبيات هالفترة بالعكس هاي دي فترة ممتازة يلي حابب انه ينضم الى مجموعة معينة او يرجع يصالح حدا هاي فترة ايجابية الاحد اتنين وعشرين الامر موجود ببرش الشدي حتى الساعة تسعة صباحا توقيت بيروت الصيفي بيروح من بعدها لبرش الدلو لحظة وصول الامر لبرش الدلو بتدخله بمرحلة من الهدوء والفراغ الفراغ لما نحكي فراغ يعني شو ما بتعمله بتطلع سلتكم فاضي فاضي مجهودكن ما بيطلع هالقدة ممتاز بالعكس في امور بتتأخر في امور ما بتكون متل ما انتو بدكن ما احتمال انه النتائج تكون مش انه بتزعل لكن محبطة ويمكن اقل من التوقعات هاي دي فترة بتكون افضل اذا خصصتوها لامور بسيطة وانتبهوا اذا مسافرين رايحين دققوا بكل التحركات اللي عنكن ياها كل التحركات وخلوا عيونكن على غراضكن بالنسبة للموليد الاكثر تعبا فيها تكون 19 شباط فبراير بعدنا عم نحكي عن تأثيرات زحل هاي دي كانت باختصار توقعات الاسبوعية لبرش الحوت تابعوني مع الابراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي